السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتاتي اليوم جيدكم بعض الوصفة اللي هي الشربة بتشيشة بشعير اه كنحتجول على بركتي الله اه طماطم مقطعة جوش حبات كنحتجول هنا القصبر ومعد نوس اه حبة كبيرة تعالى البصلام شلده اه طماطم انتها الحك توابل واحد العود تعالى القرفة كما كتشوفو زيت الزيتون هنا ياتهم ولا واحد ترنشينتها الحامض اه هنا يات زعتار اه هدية تشيشات انتها الشعير ونبدأوا على بركتي الله اولا غن نتحنو هديك البصلة ديالنا هي والماتيشة هي والتماطم نتحنوهم والقصبر ونديرهم يتحنو الماتيشة هنا ايه غير قلعت نحيت لها غير القشرة ديالها ونزيدو القصبر والمعد نوس كما كتشوفو ونزيدو عليها واحد شوية تعال الملح ونطحنوها مزيان كما غدي تشوفو بعد ما تحننا هناخدوه التنجرة اللي غنطيبو فيها هنحطوها فيها كما كما كتشوفو هنزيدو عليها نزيدو عليها التوابل ديالنا هاداك العود ديال القرفة والتوابل كه التوابل اللي عندك كيجو فيها انا ياللي عندي درت وشنو يا ننسيت احنا يا ما صورت لكم شل الخرقوم كنت نسيتو يعني زدتو يعني زدت لكم انا وحضروا شي انت على الحامض وزيت الزيتون قرب اه تلت معالق زيت الزيتون وغنزيدو اه ديال الحبات نت على التوما نتو ما درتها وفيها ما قطعتهاش شعلو عليها الفودة كما تشوفو هادي هاداك الكاس ديال المولينكس درت فيه الماء وخويتو عليها ونخليوها نقفلو عليها ونخليوها الطيب هنا يا هادا العناصر اللي بقى ونخليوهم للتالي هادا هنا يالا زعتر حكي توغي ما بني ما بني ايدي يا ما تحنتوشي وهادا الماتيش انت على الحك وتشيشة تعزها انت على تشعر طبيعة الحال اهنا يا راني حاولت اهنا باش تعرفي هاد لاصوس بيلي شوية تتجانست مع بعضها اه كي ما ترهزي ديك الحبات تاعتو ما شوفيهاش طابت الى طابت ديك الحبات تاعتو ما تقدر يتكمل بطياب دياله انا بها كان عرف لا الخل اهنا يا غدا نزيدول هاديك الماتيشة تعالحك او المعلابة كنزيدو قياس تعجوج مع الاقتبار وكنزيدو هاداك الزعتر كي ما قد لكم حكيتو غيبين يديا وغنزيدو التشيشة ديالنا كي ما قد شوفو التشيشة هنا غربلتها باش يتنحى منها هاداك يتنحى من هادك الغبرة تيشة كي ما قلت انتاع الشعير ستقوني كاتجي واحد شوربة زوينة بزاو ووهو كاتفيد حتى البرد مزيانة هنا هي شوية على المعدنوس كيما كتشوفه غنقطعه أرقيق وغنضيفه في الثاليقع ممكن قربنا نطفع على التيشا دينا هنزيدو انا يا بيبت التشيشا دينا كيما كتشوها طابلت هنزيد لها لهذا المعدنوس المعدنوس بحضو مقصيد المعدنوس نغليوها واحد شوية واحد خمس دقايق وهي تشيشة وجده كما كتشوفو هاية شي شدينا طبارك الله جاية زوين واحدة الريحة طلعة منها ما نقول لكمش تجربوها صدقوني ما فيها للحام لاوالوجة جاية صحية اقتصادية يعني شربة زوين وكتصلح الفهد البرد انا كما كتشوفو هاية فينا بصحة ورحة واللي شاف هاد الفيديو اخوتي اخواتي ما ينسانيش بالجيم والكومنتر دي ما كاللقى ستين كومنتر وعشرة ولا عشرين الجيم كدير كومنتر زدوا حدا واحد الجيم فضلا وليس امران وشكرا بزير المتابعة المتابعة وإلى اللقاء إلى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة